دحرجة بيد عيد الفصح من التقاليد العريقة التي يحييها البيت الأبيض بحماسة واهتمام كل عام ومنذ قرر الكونغرس منع أطفال واشنطن ممارسة هذه الفعاليات في حدائقه خشية إطلافها لم يتردد الرؤساء الأمريكيون في استضافتها منذ عام 1878 الرئيس الحالي جو بايدن من جهته ألمح إلى نيته استضافة الحدث خمس مرات إضافية على الأقل في تلميح جديد إلى خطته إعلان ترشحه لولاية ثانية إن نية الترشح لولاية ثانية لكننا غير مستعدين لإعلانها بعد السيدة الأولى جيل بايدن أردت أن لا يكون الحدث هذه السنة مجرد دحرجة بيد مسلوق ملون إلى خط النهاية فحسب بل فرصة أيضا للتعليم والترفيه محطات متعددة في حديقة البيت الأبيض الشاسعة استضافت دورات لتلقين الأطفال مهارات في الزراعة ومعلومات عن الأكل الصحي والتمارين الرياضية أيها السيدات والسادة ما أشاهد في هذه الحديقة صورة لبلد يقوم على فكرة أن كل شيء ممكن في أمريكا عندما نتذكر من نحن ونعمل سويا أتمنى لكم وقتا رائعا هنا في بيت الشعب حوالي ثلاثين مشاركا معظمهم أطفال جنود أمريكين إضافة إلى من حلفهم الحظ بالفوز بالقرعة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت شاركوا في هذه الاحتفالات بعيد الفصح عبر تسع دفعات على مدار اليوم دحرجة بضي عيد الفصح تقليد سنوي لا يغيب عنه أرواس أول أمريكيون كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين حيث تسود روح الطفولة والترفيه وتختفي الإختلافات السياسية لبعض اللحظات كما يختفي ضيض الفصح في عشب حديقة البيت الأبيض هيشان بورار الحرة البيت الأبيض